السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم عندي جواب لسؤال يسألوني في سناب شات كثير من العام وهو كيف أحدد ميزانية سفرتي أو بلد أول مرة أزورك فردت بميزانيتي أو على أي أساس أردت بميزانية رحلتي الجاية في هذا الفيديو رح أرتب لك الميزانية من الألف إلى الياء ونقطة نقطة إن شاء الله بس في البداية لا تنسى تشترك في القناة وتضغط زر العجاب أو اللايك إذا أحجبك المقطع وإذا عندك أي سؤال أكتبه في الكومنت وشارك هالمقطع أو أرسله لشخص ممكن تساعد بهالمعلومات وبعدين جبرقة وقلم وكوب شاه أو كوا لأنك بتحتاج إلى كتابة المعلومات المهمة وتفهمها وإنت رأيك تمام؟ يلا نقول يلا يلا نبدأ أول شي حياكم الله في قناتي واللي ما يعرف قناتي هي عبارة عن فلوقات لأماكن ومطاعف في ديرتنا هنا وخارجها ببساطة أي مكان أنا أروح له أصوره لكم وأمنتجه وأنزل لكم في قناتي تمام؟ طيب يلا نبدأ الفيديو أول شي قبل أن تروح لأي دولة اسأل الأهال والأصدقاء اللي راحوا قبلك للدولة وابحث عنها جيدا هل هي مناسبة لي؟ هل هي مناسبة للعائلة اللي معي إذا كان معك عائلة؟ وعلى أي أساس اخترت هذه الدولة؟ ويش سبب الرحلة مثلا؟ هل هي رحلة علاجية؟ هل هي رحلة سياحية؟ هل هي تعليمية؟ ويش سبب الرحلة؟ هذه الأسئلة إذا أنت جاوبت عليها هتبدأ تحدد هدفك من الرحلة وتبدأ الميزانية تستوعبها أنا الآن اللي أنا بحطها لك على أساس أنها رحلة سياحية تمام؟ التعليمية والعلاجية يختلفون تماما فاليوم بتكون عن الميزانية للرحلة سياحية فقط حلو؟ يلا طبعا الميزانية تنقسم إلى ثلاث أقسام قسم قبل السفار وقسم أثناء أو مع السفر أو وقت السفر والقسم الثالث نسميها الاحتياطي الاحتياطي ما نقربه نخليه فقط للطوارئ وممكن نرجع وهو معنا تمام؟ أكتب هالكلام بورقة ممكن طيب المصاريف الأولى اللي هي قبل السفر اللي هي وشان هي؟ مثل تذاكر طيران للذهاب والعودة طبعا أسعار التذاكر أبحث عنها في برنامج سكاي سكينار أشوف الحسبة الإجمالية لكل أفراد العائلة إذا أنا باخذ معا العائلة وما أحسب بالشخص طيب فأحسب الطيران الداخلي إذا أنا ناوي أسافر من مدينة إلى مدينة برضو أحسب الطيران الداخلي لجميع أفراد الأسرة طيب ويجيني سؤال طبعا كيف أعرف أسعار التذاكر بالضبط؟ وهل هي فعلا مجدية هذه الحركة؟ نعم مجدية عندي كبرنامج سكاي سكينار أروح أبحث عنها الخطوط طيب أول قاعدة أول قاعدة بقولها لكم إن لكل دولة مطارين دولية أقل شيء تمام؟ لكل دولة فأنا بل بعضها أكثر من أربعة أو خمسة وأنا بروح لهذا البلد أبحث عن كل المطارات اللي فيها الدولية ممكن يكون مطار قريب من مطار هذا أرخص وهذا أغلى وأبحث عنهم الاثنين وأشوف مثلا مثلا عندنا إحنا بالسعودية المطارات الدولية جدة والرياض والطايف والمدينة اللي حاب مثلا يجي مكة مثلا عندها الجدة وعندها الطايف هل ما أبحث اللبس بجدة وخلي الطايف ممكن تكون الطايف أحيانا أرخص أخذها وأنزل على مكة صح ولا لا هو هذا اللي أنا أتكلم فيه وأجيب بعض مثال تاني لكم عندنا تركيا فيها طربزوم فيها أنقرة فيها اسطنبول هذه كلها مطارات دولية أبحث عنهم كلهم واشوفوا شالأنسب لي في السعر وارتب رحلتي بناء عليها تمام؟ وضروري أن كلما تجون تحجزون تكون قبل الرحلة بفترة من ثلاثة إلى أربعة أشهر حتى تكون أرخص أو تابع العروض تابع العروض إلى أن تلقى عرض وتبدأ تحجز على الرحلة وأنا أفضل زي ما قلت لكم قبل بثلاثة أشهر لأنه بعدها بيجيك الفنادق وبتجيك الأشياء الثانية وتبدأ تحاول ترتب لها تمام؟ تمام ها النقطة الأولى اعتفقنا أنه إيش؟ أسعار التذاكر طيران للذهاب والعودة وحاولوا أنكم تحجزون حتى العودة في نفس الوقت لا تخلونا مفتوحة النقطة الثانية اللي هي حجوزات الفنادق أو السكن عندي برنامجة اللي هي البوكينغ وإير بي إم بي ونبحث فيها عن الفنادق ونحسب أسعارها ونكتبها برضو على جم علشان إيش نحسب الميزانية طيب النقطة الثالثة اللي هي حجوزات المزارات والملاهي والأماكن الترفيهية اللي ممكن تشتريها أونلاين أو غير أونلاين طيب أبحث عن الملاهي في جوجل مابس طبعا من جوجل مابس هذا لحالة يعني الحين أبحث لكم شرح كيف نستخدم جوجل مابس علشان نرتب رحلتنا أكثر تمام بس خلونا أتكلم هالكلام بدنا أبدأ في جوجل مابس أبحث عن الملاهي في جوجل مابس وأدخل موقعها وأعرف أسعارها وأبدأ أحسب شوفوا هذه عندي جوجل مابس كتبت فيها إسطنبول وطلعت لي إياها طبعا شوفوا كيف هنا الريستورانت المطاعم وهنا الغاز وهنا الهوتلز الفنادق وهنا السوبر ماركتات وهنا التراكشنز اللي هي الأماكن الترفيهية وهنا المقاهي وهنا الحدائق العامة طبعا مثلا أنا حطيت على ريستورانت شوفوا كيف طلعت ليه المطاعم كيف شوفوا شوفتوا كيف مثلا دخلنا هنا هذا الكباب عندنا مثلا شوفتوا كيف حتى القوم مكتوبة الحين شوفوا الصور شوفوا حتى المينيو كاتبي هنا مصورين المينيو لاحظوا المينيو هنا مصورينه شوفتوا كيف فأنتوا كذا شوفتوا أخذتوا فكرة عن المطعم وإحنا جينا وشوفنا الاتراكشنز مثلا اللي هي الفعاليات أو إيش عندهم شوف عندهم سكوير عندهم قلاتة تساور مثلا شوفوا هنا البرج غلاظة شوفوا كيف الناس فإذا عجبك الصور وعجبك الشي هنا عندك التذاكر شوفوا التذاكر شوفتوا التذاكر عرفتوا ولم عرفتوا قيمتها حتى بالريال إذا بغيت بالريال كذا عرفت اللي كيف لما تروح هذا المكان كم راح تدفع فيه طيب ننتقل إلى اللي بعده مثلا أفغى مقاحي من هنا تعرف المقاحي ومن هنا المقاحي طبعا ندخل المقاحي ونبحث عنها تمام شوفوا المقاحي اللي عندهم ستاربكس مثلا تبغلت تعرفون أسعار عندكم هنا مقاحي أخرى مثلا هنا ستاربكس شوفوا كيف مصورينها وغالبا حتى المينيو صورونا ترى ف شوفوا كيف ومتى يفتح ومتى يتسكر وكيف شوفوا هنا مقاحي ثانية ف أنت كده أخذت فكرة عن حتى المقاحي كم رح تدفع فيها كل شيء الحين صار سهل عندكم جوجل مابس جوجل عايدي عندنا كده نحن خلصنا من طريقة معرفة مصاريف الحجوزات للمزارات والملاهي وعرفنا كيف نستخدم جوجل مابس تمام ف النقطة الخامسة اللي هي مصاريف التأشيرة والتأمين إذا الدولة تحتاج لها اللي نتناه وتروح لها فأول نصيحة بنصحكم إياه حاولوا تسوونها بنفسكم وراح أنزل فيديو وإن شاء الله يشرحوا طريقة عمل التأشيرة بنفسك أو الفيزا حتى توفر على نفسك أكثر فأكتبوا كل شيء بحثتوا عنه الحين هنا خلصنا من النقطة الأولى اللي لمصاريف قبل السفر أكتبوا كل شيء بحثتوا عنه وأحسبوا التوتل أو المجموع كم توصل وزيدوا عليها من 10 إلى 15 ألف عشان بعلمكم إش اللي بعدها النقطة الثانية تمام خلصنا النقطة الأولى طيب النقطة الثانية اللي هي مصاريف اللي أثناء الرحلة طبعا هذي مصاريف أثناء الرحلة خلص تسهلت لأنه علمتكم كيف تستعملون جوجل مابس وكيف إش قدامكم حتعرفون أنتم كم تصرفون على الأكل حتعرفون كم تصرفون على المزارات والأماكن السياحية صح ولا لا طيب فراح تكون اللي هي نفس المصاريف في المزارات وحيكون باقي النقطة الثانية والمهمة اللي هي المواصلات داخل المدن ففي نقطة أحب أقولها لكم اللي لكل دولة عادة برامج توصيل خاصة فيها سواء تاكسي باصات قطارات فحملوها عندكم وحاولوا تتعرفون على أسعار المواصلات فيها قبل لا تروحون مثلا هل تتخذون فكرة برضو فهذا الشي بيسهل عليكم إذا روحتوا هناك طيب يصير اللي باقي لكم أخيرا اللي هي مصاريفة تسوق وقت السفر هل تشمل مصاريفة الهدايا والتذكرات واللي يحب تسوقهم من هناك طبعا هذا يمكنك أنك تزيدها أو تقللها أو تلغي بعضها الحسب وضعك المادي في السفر طيب وقلنا القسم الاحتياطي نرجع نقوله أنك لازم تحسب مصاريفك ببراعة ودقة وتحمل معك بطاقات ائتمان كثيرة ما تكون واحد أو ثنتين حاول تكون كثيرة وما يكون من بنك واحد حاول تكون من عدة بنوك أنا عندي مثلا الراجحي وعندي الاستثمار النفس يتسوق تبع الاستثمار مو تسوق السفر بطاقة السفر حقا الاستثمار اكثر وحدة مش هتمين صراحة ف والمبلغ الطوارئ هذا انت ما تدر اوش يصير فحاول انك تحافظ عليه وترجع وهو معك قد ما تقدر طبعا أنا أقول لكم النصائح اللي أنا حب أقولها لرحلاتكم أنه أنكم تسافرون في أوقات مناسبة للعائلة وتكون هذه الأوقات حاولوا تخلونها مهي مع الأوقات اللي هي الصيفية اللي يكون فيها زحمات والعطلة الكبيرة غالبة تكون فيها زحمة وكذا ف كل ما سافرت في أوقات الدوام وحاولت تأخذون إجازة كل مكان أفضل أهم النصائح اللي أحب أقولها لك خطط بدري ورتب نفسك للرحلة قبلها أقل شي من ثلاثة إلى أربعة شهر اثنين قلل من أغراضك وعفشك السفر حتى ما تتعب في التنقل أو يزيد عليك الوزن في العودة ثلاثة رتب جدولك اليومي في الرحلة وخلوا آخر الأيام للتسويق شراء الهدايا حط قاعدة في بالك كل ما ترتب الجدول أكثر كل ما ترتبت الرحلة والميزانية أكثر الحين أوريكم جدول أنا أسويه دائما وأنصح فيه متابعيني مرة 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 هذه طريقتي للجدول اللي هو هنا مكتوب اليوم شوفوك في يوم الجمعة مثلا هنا اسم المكان مثلا هو يكون يوم مثلا قدومنا ومغادرتنا من المملكة اللي هي من المطار إلى محطة القطار وأكتب اسم القطار اللي حيكون هناك وتمشي حول الفندق مثلا بعد حتى في العصر كاتبة فكاتبة كل التفاصيل اسم المكان وش هنسوي المسافة من الفندق أحب أحطها مثلا ربع ساعة دائريكت ثم عشر دقائق ومشي مثلا أو ربع ساعة مشي طريقة الوصول مثلا شوفوك أو بي بي ترام أو مشي مدة التمشي كم مدة هذه بحطها طبعا ترى حتى في جوجل ماوبس كاتبين كم مدة اللي ممكن تجلس فيها في هذا المكان فأنا استفيد منها وأكتبها هنا مدة تتمشي مثلا ساعة أو ساعتين طبعا هنا مكتوب أسعار التذاكر إذا في تذاكر في هذا المكان أكتبه كم وباليورو إذا هو موجود أو بالرنغت إذا هو بماليزي أو كتب أكتب بعملتهم هنا طبعا هنا أكتب تكلفة اليوم ما بين كذا وكذا فهرح تروح في محطة القطار وشرائح مثلا مقاضي وزي كذا وهذا طريقتي أنا في الترتيب حتى يسهل علينا شوفوا كيف مثلا اليوم الثاني إج هيكون فيه مثلا ملاهي برتر هيكون دخولها مجاني وفيها تذاكر وكم وكم تبعد عننا وتحتاج نروح لها بترام مثلا وتحتاج 200 يورو أو 200 يورو كم تكلفتها طبعا أنا في النهاية أحسب هذه فتطلع لي التوتل بين كذا صارت التوتل عرفت التوتل والنهاية وعرفت كيف ميزانيتي وأروح وأنا ماني بمشحونة من تكرة الميزانية أو كم أنا بأدفع وش هيصير لمفاجآت فلازم أنا أكون مرتبة هذا الوضع تمام وبكذا وصلت إلى نهاية الفيديو أتمنى أني توفقت في أني أساعدكم في حساب ميزانية سفرتكم وأنكم معرفتم كيف ترتيب الميزانية إذا عجبكم هذا الفيديو أن تضغطوا لايك إذا عندكم أي استفسار أكتبوا تحت في الكومنت وأنا رح أساعدكم عليه بكل ما أقدر إذا حسيت أن هذا المقطع مفيد ونافع لشخص ما أرسله هذا الفيديو ونشوفكم إن شاء الله على خير في فلقات أخرى إن شاء الله أكتر إفادة من هذا ونشوفكم على خير ترجمة نانسي قنقر